اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان ما تحقق من انجازات نوعية على كافة مسارات التنمية هو نتاج جهود مخلصة لفريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الاهلي والذي نعاول عليه لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية التي تزيد الوطن رفعة ونماء نعم واشار سموه الى اهمية مواصلة الجهود المخلصة وتكملها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواصلة النجاحات التي تحققت على كافة الصعد وبما يدعم مسيرة التنمية والتطوير وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اهل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضابية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان بمجلسي الشورى والنواب حيث نوه سموه بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشرعية وما حققه من نجاحات متعددة تصب في تحقيق تطلعات المواطنين وتدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة وأشار سموه إلى المؤشرات الاقتصادية وما تحقق في مسار النمو الاقتصادي المنشود منوها بأهمية أن توجه هذه النتائج الاقتصادية لصالح أبناء الوطن وتوفير المزيد من فرص التوظيف أمامهم وأكد سموه أن المواطنة سيظل أساس التنمية بمختلف مساراتها وتحقيق تطلعاته دوما هي الغاية التي يجب أن يعمل الجميع لأجلها مشيدا سموه بتكاتف الجميع لتحقيق كل ما فيه الخير والنماء لمملكة البحرين وأبنائها مؤكدا بأن هذه الجهود الطيبة هي مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة ومبعث تقدير واعتزاز لنا جميعا منوها سموه بالجهود الفاعلة التي يبدلها أعضاء السلطة التشريعية في دعم كافة الخطط والمبادرات التي من شأنها تحقيق التقدم والنماء للوطن والمواطن من جانبهما أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز كافة أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر